التقى وزير الداخلية لواركن إبراهيم حيدان بالعاصمة عدن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية لواركن هيثم قاسم طهر وعضاء اللجنة وذلك لمناقشة أوضاع اللجنة فيما يخص وزارة الداخلية وتمن وزير الداخلية خلال اللقاء جهود اللجنة العسكرية والأمنية مؤكدا استعداد وزارة الداخلية واجهزتها للتعاون لإنجاح عمل اللجنة كما استعرض وزير الداخلية عرضا مرئيا لمشروع البطاقة الإلكترونية بالشريحة الدكية وخصائصها ومميزاتها الأمنية ودورها في تحسين آذاء قطاع الأمن وتحسين جودة خدمته بالإضافة إلى منع الازدواج الوظيفي في مؤسسات الدولة اشتركوا في القناة